استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا استمر قرابة العشر ساعات لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري وذلك بمقر الأكديمية الوطنية لتدريب الشيخ زائد كان على رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومية والسياسة الخارجية ضمن مناقشة الحوار الوطني وذلك من أجل التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر أثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومية وسيادتها على أراضيها وفي دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفياتها وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية مشددا على أهمية وضرورة استمرار الاستطاف الشعبي والسياسية حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية ثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة